موسيقى أسعد الله وقاتكم أعزائي المشاهدين انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة والهوى الشمالي الغربي يعود تدريجيا منتصف يوم الغد بإذن الله الهوى الكوس سيستمر ويانا أثناء تقلبوا اتجاه الرياح اليوم وأيضا يوم الغد لكن منتصف يوم الغد بإذن الله تدريجيا تتحول الرياح إلى شمالية غربية وأيضا السحب ستتراجع بشكل ملحوظ ابتداء من يوم الخميس في فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق في يوم الخميس الفرص موجودة وإن كانت ضعيفة لكنها موجودة لكن بعد ذلك تتراجع السحب وأجواء صافية مع رياح شمالية غربية خفيفة لمعتدلة سرعة بوجه نعم تستمر ويانا عدة أيام مع انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظ أكثر في الفترات المتأخرة من الليل والفجر اليوم بإذن الله حتى نهاية اليوم بعض السحب موجودة ويانا عبورها راح يكون وارد وفرص لتراجع الرؤية الأفقية أكثر فرص لتشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الرؤية الأفقية تصل إلى 9 كيلومتر حاليا قد تتراجع عن ذلك في بعض المناطق نسبة الرضوبة حاليا في مدينة الكويت 38% وهي أعلى من ذلك على المناطق الساحرية تصل إلى 50.57% في بعض المناطق هي أقل مما كانت عليه في الأيام الماضية لكنها لا تزال موجودة وبنسبة يعني مرتفعة تقريبا 25 درجة مئوية درجة الحرارة حاليا أجواء معتدلة والرياح متقلبة الاتجاه أثناء تقلب اتجاه الرياح في فرص الهوالكوس الرياح سرعتها من 6 إلى 20 كيلومتر في الساعة عبور السحب موجود ويانا اليوم وباشر لكن ابتداء من يوم الخميس مع عودة الرياح الشمال الغربية ستتراجع السحب بشكل ملحوظ حتى نهاية اليوم الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة من 6 إلى 20 كيلومتر في الساعة درجات الحرارة تتراوح ما بين 23 إلى 27 درجة مئوية والبحر خفيف الموج من 1 إلى 2 قدم لكن باشر بذن الله الرياح ستكون متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة والبحر سيكون خفيف لمعتدل من 1 إلى 3 قدم درجات الحرارة لا تزال حارة نسبيا درجات الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية وقد تصل إلى 36 درجة مئوية بعد عودة الرياح الشمال الغربية ستتراجع درجات الحرارة تدريجيا وبشكل ملحوظ عبور السحب سيكون موجود ويانا على بعض المناطق أقل درجات الحرارة في سواحلنا الجنوبية تصل إلى 32 درجة مئوية وأيضا في جزرنا الجنوبية تتراوح درجات الحرارة هناك ما بين 25 إلى 28 درجة مئوية مساء يوم الغد الرياح ستكون متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تدريجيا مع نهاية يوم الغد ستبدأ الرياح تدريجيا إلى التحول إلى الشمال الغربي وتتراجع السحب بشكل أكبر ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 23 إلى 26 درجة مئوية البحر من فترات الحمل خفيفة لمعتدل الموج بوجه عام يوم الغد من واحد إلى ثلاث قدم والرياح ستكون خفيفة لمعتدلة خلال الأيام القادمة الخمس وأيضا البحر سيكون خفيفة لمعتدل الموج المد الأول بدنا الله باشر ساعة 10 و 38 دقيقة صباحا والمد الثاني ساعة 10 و 54 دقيقة مساءا والجزر الأول الساعة 34 و 39 صباحا والجزر الثاني ساعة 54 دقيقة مساءا فترة هذه من فترات الحمل المواقيت بذن الله أذان الفير الساعة 4 و 41 والشرق الساعة 6 دقيقتين والمغرب الساعة 5 و دقيقة أما الطقس المتوقع خلال الأيام الخمسة القادمة الرياح خفيفة إلى معتدلة سرعة بوجه عام لعدة أيام والخفاظ تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة تصل فيه العظمى إلى 30 درجة مئوية والسحب تتراجع تدريجيا والهوى الشمالي الغربي يعود بشكل ملحوظ ابتداء من يوم الخميس باتر بذن الله 36 عظمى الصغرى 20 والهوى كوس إلى متقلب الاتجاه من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة ابتداء من منتصف يوم الغد تدريجيا الرياح تتحول إلى شمالية غربية بين الحين والآخر لكن التحول يكون ملحوظ أكثر في يوم الخميس رياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية في فرص لأمطار خفيفة الفرص ضعيفة ولكنها موجودة على بعض المناطق مع عبور لبعض الصحب 35 عظمى الصغرى 19 درجة مئوية انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال المساء الرياح من 8 إلى 32 حول هذه المعدلات من 10 إلى 32 وانخفاض مستمر في الحرارة 31 العظمى والصغرى 18 والصغرى 16 في يوم السبت 31 العظمى والرياح الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة من 6 إلى 24 وحول هذه المعدلات من 8 إلى 28 و30 العظمى والصغرى 15 درجة مئوية والأجواء المشمسة راح تستمر ويانا بعد ذلك مع استمرار الرياح الشمالية الغربية أجواء حارة بوجه عام حتى الآن لكن انخفاض في درجات الحرارة قادمة خلال الأيام القادمة وتتراجع نسب الرطوبة بعد استقرار اتجاه الرياح إلى الاتجاه الشمالي الغربي والأمر هذا متوقع أن يكون بدايته في يوم الخميس نشط الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم ترجمة نانسي قنقر